التقى وزير الخارجية الأوكراني دمترو كليبا اليوم في كييب وزراء خارجية لتوانيا ولاتفا وإستونيا خلال اللقاء طلب كليبا من الوزراء الضيوف العمل على إقناع الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي لتقديم مساعدة فعلية لأوكرانيا وأشار الوزير إلى أن شركائه في دول البلطيق أبدو استعدادا لاتخاذ إجراءات مشتركة في الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والمنظمات الدولية الأخرى لمواجهة العدوان الروسي على أوكرانيا من المهم جعل روسيا تفهم أن العواقب في حال قيامها بمغامرات عسكرية ستكون مؤلمة للغاية يقف العالم والقانون الدولي إلى جانب أوكرانيا وهذا أحد عناصر تقييد الاتحاد الروسي عن الأعمال المتهورة بدوره أكد وزير الخارجية اللاتفي إدغارينكيفيتش دعم بلاده تطلعات أوكرانيا نحو التكامل الأوروبي والأوروأطلسي ودعا الاتحاد الأوروبي إلى ممارسة المزيد من الضغوط على روسيا لخفض التصعيد العسكري شرق أوكرانيا وتهديدها بفرض عقوبات جديدة في حال تفاقم الوضع من الواضح تماما أن أوكرانيا ليست وحدها ولها أصدقاء وشركاء يمكنهم دعمها أوكرانيا على حق من الناحية القانونية والأخلاقية سنواصل دعمها في جميع المحافل الدولية لاتفيا مستعدة تماما لدعم تطلعات أوكرانيا نحو التكامل الأوروبي والأوروأطلسي تطلعات أوكرانيا نحو التكامل الأوروبي